بسا مكاملين في اللي حصل والحقيقة اللي حصل ده لا يتحكي ولا يتقال بنت صغيرة عندها 16 سنة اسمها رودينا أسامة عيلة في أولى سنوين صحابها في المدرسة تنمروا عليها بصورة وصلت البنت إنها تتأهر ويجي لها صدمة وتموت تخيلوا لما طفلة عيلة عندها 16 سنة نقول في سن المراهقة والبنات في السن ده بتبقى مهتمة بشكلها وإنها عايزة تبقى أمورة وحلوة ده بداية سن المراهقة تقريباً يتقال لها أنت وحشة أنت زي مستحملة شكلك أنت مش ممستوانة عشان نلعب معاك تخيلوا عيلة صغيرة يتقال لها كده من زميلها في المدرسة يعني البنت اللي معاها في نفس الفصل تقول لها أنت مش ممستوانة على أي أساس بيتحدد المستوى طالما أنتوا الاتنين في نفس المدرسة بتقول لها أنت مش ممستوانة أو يتقال لها أنت وحشة ومستحملة شكلك إزاي يعني أنا لو قدامي البنت دي هقول لها أنت مستحملة لسانك إزاي مستحملة نفسك إزاي وصلت لدرجة أن البنت روحت طبعا مأهورة وحزينة على نفسها روحت بيتها حكت لأختها اللي حصل لها من زميلها وفجأة وقعت على الأرض وماتت أنا مش محتاجة أفكر في زملتها اللي هتعرف تاني يوم أن صاحبتها أو زملتها في الفصل ماتت بسبب أنها قالت لها أنت وحشة أنا مش محتاجة أعرف البنت دي حسب بإيه مش محتاجة بس اللي محتاجة أعرفه أو أفكر فيه البنت دي حست بإيه يوصلها لدرجة أن قلبها يتوجع ويتعور من جوة إحنا بنتعور على فكرة قلبنا بيتعور من جوة لما حد بيقول لنا كلمة بتزعلنا أو بيتنمر علينا للأسف الشديد من بعد انتشار السوشيال ميديا التنمر ده بقى حاجة عادية جدا أي واحد حاطت نفسه ورى شاشة محدش شايفه محدش عارف شكله محدش عارف اسمه ممكن يكون اسم مش موجود أصلا يدخل مستخبي ورى الحديدة زي ما بنقول ويدخل يشتم أي حد أي حد على السوشيال ميديا إذا كان فنانين إذا كان بلوجرز أو يوتيوبرز بيدخل طبعا يا جماعة لو فتحت الكومنتات والكلام ده أنتوا فاهمين وعارفينه وأنا شخصيا بشوف الحاجات دي على السوشيال ميديا أنت وحشة اللي أنت لابسها ده يقرف إيه القرف ده أنت مش عارفة عاملة إيه كل ده بقى كمان في الكومنتات أنا بكلمكم من واقع برضو تجربة تعالوا بقى نشوف الماسيجس إحنا بنقيس على السوشيال ميديا بكذا حاجة يمقل اللايكس والكومنتس والشير والكلام ده الكومنتس يمكن بيبقى مكتوب فيها أنت وحش إيه القرف اللي أنت لابسها ده أنت بتهبدي كل ده تنمر عشان تبقوا عارفينه كل ده بقى كوم وتعالوا بقى خشوا في الماسيجاتكم تاني محدش شايفه تلاوبة إيه اللي تأدب كلام مش محترم شتيمة بأقزر الألفاظ تحرش كمان كلام ده أنا متأكدة من اللي أنا بقول الناس دي ما بتفكرش أنت لما بتقولي كده أو بتقولي لأي حد كده هو حس بإيه أنت هتنم وترتاح عادي بس أنا ممكن كلمة منك ما تنامنيش الليل ممكن تاني يوم يومي يبوز بسبب الكلمة السيئة أو أنك اتريأت على شكلي أو على لبسي ده ممكن يبوز يومي ومودي ليومين ثلاثة وتفضل كلمتك في ودن ردينة ماتت مأهورة ردينة ماتت مأهورة أنا أسفى أني طولت في المقدمة لأن الموضوع حارقني يعني شكرا